لعب اتنين في قلب خط الوسط أو half defenders حسام عشور ومحمد النني وقدامهم ثلاثة مهاجمين كمحمد ابو تريكا من العمق محمد صلاح ناحية اليمين وأحمد عيد عبد الملك ناحية الشمال ده الهدف الأول لمنتخب مصر منتخب مصر نهاردة زي ما كان مستر برادلي عايز من المرابي لعب على الهجمات المرتدة بياخد سرعات محمد أو بيستفاد من سرعات محمد صلاح والانسجام والتفاهم بين محمد ابو تريكا ومحمد صلاح إزاي بيقدروا يدربوا ديفنس فريق زمبابوي زمبابوي كان بيلعب اتنين مساكين بيلعب اربعة اربعة اتنين الطريقة التقليدية وكان عندهم مشاكل فريق زمبابوي في التخطية وفي المرأبة اللي اتنين اللي وراء خلي بالكم فيه يعني فيه سازاجة النهاردة برضو في دفاع فريق زمبابوي قدر كرة اللي احنا شايفينا محمد صلاح يعمل كرة حلوة جدا بالعرض يفوتها احمد فاتح اللي كان بدأ الهجمة وقطع الكرة ولعبها ليه محمد ابو تريكا احرز الهدف الاول ده خطأ لدفاع منتخب مصر وحصل كده يعني لخمة شوية وقدر يستفاد منها مهاجم زمبابوي يحرز الهدف الاول بقت النتيجة واحد واحد استمر منتخب مصر في الزون ديفنس في نص ما لعبه وبيلعب على الهجمة المرتدة من خلال محمد صلاح ومحمد ابو تريكا مع برضو مساندة لاحمد عيد عبد الملك من ناحية الشمال ما كانش فيه حد بيتقدم خالص من لعبة منتخب مصر مع عدد 3 اللي انا قلتلكو عليها بالاضافة الى احمد فاتحي اللي كان بيزيد من ناحية اليمين النهاردة كان احمد شديد كمان سابت ناحية الشمال وده كرة من شريف اكرامي استقبلها وحش دفاع زمبابوي عملت باند وراحت لمحمد صلاح انفرد وحطها نقدر اقول النهاردة ان منتخب مصر فاز او الناحية الهجومية المميزة لمنتخب مصر كان من خلال اتنين لعبة محمد صلاح وابو تريكا سرعات محمد صلاح مهارته زي ما قلت الانسجام ما بين محمد ابو تريكا تايمينج ازاي محمد ابو تريكا يستنى على محمد صلاح ويتلعب له السرو باس ويقدر يقطع ويدرب ديفينس فريق زمبابوي وضيعنا كمان فرص منتخب مصر كنا ممكن يعني بقى فيه اهداف اكتر من كده ده مجود فردي لمحمد صلاح خدت كرة وحطها من ورا الراجل الراجل عمل تاكلينج ممكن لو كان جري مع محمد صلاح كان دايقه لكن باع نفسه المدافع بتاع زمبابوي واتزحلق ومحمد صلاح بسرعته عادة وحطها بشكل جميل جدا لحظة خروج حارس المرمى وده كان الهدف التالت لمنتخب مصر هدف جميل جدا بصوا الكرة هي ملعوبة لمحمد صلاح محمد صلاح عادة الراجل لو جري مع محمد صلاح من غير ما يتزحلق كان حيدايق محمد صلاح لكن الراجل عمل تاكلينج وما وصلش للكرة وسهل الامور على محمد صلاح وانفرض محمد ومحمد الفينش كان جميل جدا هترك النهاردة محمد صلاح وبيواصل تقلقه وبيواصل منتخب مصر فوزه من خلال محمد صلاح ان هو يعتبر نجم الموسم لمنتخب مصر السنادي بالاضافة الى تقلقه مع نادي بازل السويسري سواء في الدور السويسري وفوزه بالدوري او في اليورو ليج لما وصل للدور قبل النهائي وخرج من فريق تشيلسي دي لعبة منتخب مصر اللي كانت خارج القائمة النهاردة عبدالواحد السيد حمد صبح اللي وصل الى زنبابوي النهاردة واحمد حسن ميكي اللي هتوقف عنده النهاردة وايه اللي خلاها يستبعت غريبة جدا ان احمد حسن ميكي يستبعت شريف اكرامي تقلق وطلع كور كتير جدا النهاردة منها الكورة دي يعني فرصة خطيرة جدا وتزديدة من مسافة قريبة لكن شفت عمل معها بشكل كويس هنا برضو عندنا مشكلة في قلب الدفاع رغم اللي احنا بنلعب بتلاتة بصوا مفيش ماركين كله لعب على مصادر التسلل الكورة تلعبت من فوق احمد حجازي ومهاجم زنبابوي حطها بدماغه كان ممكن شريف يطلحها ولكن خبطت في ايده ودخلت هي دي الكورة الوحيدة اللي ممكن يعني نتكلم فيها مع شريف ولكن شريف النهاردة تقلق وانقز مرمى من عدة فرص وكان من نجوم اللقاء ونجوم منتخب مصر هو حتى شريف بيبص على المساعد الحكم اللي هي يعني كان متخيل اللي هي ممكن تكون اوف سايت ولكن لازم نلعب على كل كورة ومع صفارة الحكم ودي واحدة عملت حلوة قوي قوت اتحدف لمحمد ابوتريكا من ظهره كده لمح محمد صلاح وهو بيجري وبيقطع وبسرعته محمد صلاح قدر يعدي رغم اللعبة زنبابوي بصوا فيه ساذجة كبيرة جدا بصوا لعبة زنبابوي كلهم جريوا عالكورة وساوا محمد صلاح محمد ابوتريكا عملاله حلوة قوي محمد صلاح راح وحط الهدف الرابع وهدف يعني المباراة الرابط بقى الثلاثة اتنين لكن اربعة اتنين طبعا بتخلص المباراة مبروك لمنتخبنا مبروك لجهازنا الفني لاتحاد الكورة ويعني خلاص بإذن الله ماتش الموزنبيك بقى اللي جاي عشان نتأكد على الورق رسميا لكن احنا كده خمس نقاط فرق عن غينيا غينيا جزبت ستة واحد النهاردة لكن برضو خلي بالكو عايز اتكلم في نقطة ان مهارة محمد صلاح مهارة ابوتريكا التجانس ما بينهم النهاردة ظهر بشكل كبير جدا بسبب سزاجة منتخب زنبابوي مع الفرق الكبيرة لازم يكون عندنا هجوم منظم اكتر من كده يكون في زيادة عددية هجومية اكتر من كده لكن النهاردة لعبنا على قد الهدف اللي احنا عايزينه اكتر كمان ان المنتخب مصر بيكسب اربعة دي نتيجة كبيرة جدا خارج الارض ومستر برادلي نجح لشان برضو يعني محدش يتكلم ويقولك مش عارف ايه لا كنا قبل كده مثلا يعني ممكن في تصفيات كسعالم ما نكسبش ويقولك الأداء جميل جدا بس ما نكسبش او بنتعادل لا النهاردة بتقدي الغرض اللي انت او بتحقق الغرض اللي انت عايز منه من المباراة بتكسب ثلاث نقط وبتفرق عن غنيا خمس نقاط ونظهر نقول الحمد لله واداء مميز لمنتخب مصر ومع المطشاط ومع الانسجام ومع المعسكرات القادمة لمنتخب مصر كل الأخطاء ممكن تتعلي امبارا كنت انفردت بخبر انتقال أحمد حسن ميكي إلى نادي أهلي طرابلس الليبي